اهلا بكم معاكم مريانا عياد من قناة باحث علمي متميز مكملين مع بعض سلسلة فيديوهات لتنسي رسائل الماجستير والدكتوراه في الجزء الرابع النهاردة هنتكلم عن ازاي ننصق بسم الله الرحمن الرحيم وزاي ننصق الاية ازاي نكتب الاهداء بالشكل ده والشكر والتقدير في ناس كمان بيسألوا ازاي نيجيب شعار الجامعة بتاعتنا ونزبطوا وفي ناس عايزة تتعلم ازاي كمان اعمل البرواز اللي بحطه في البداية علشان احط الشكر والتقدير او احط الاهداء موضوع سهل وبسيط خالص اكتر مما تتخيل بصي كده هتفتح صفحة جوجل وتكتب بمنتهى البساطة باسم الله الرحمن الرحيم وبعدين هتضغط على ايقونة فوق كده عندك اسمها صور اول ما هتضغط على صور هتجيلك تنسيقات مختلفة لكلمة بسم الله الرحمن الرحيم هتختار اي تنسيق انت عايزه نفترض مسلا انا عايزة التنسيق ده هاخده كوبي واحطه عندي هنا في الصفحة بست اول ما بحطه طبعا بلاقيه كبير بص كده عندك دوائر صغيرة كده هتسحبها بالموس لجوه تمام اهي صغر اصغر اهي صغرت اهي ولكن بعد ما صغرتها حس ان انا وانا بوديها كده يمين وشمال مش رادة تتحرك معاك فاعمل ايه بقى هتدوس عليها كليكتين اول ما تدوس عليها تضغط عليها مرتين هتلاقي ايقونة فوق كده اسمها وراب تيكست اضغط عليها واختار تاني اختيار اللي هو سكوير اول ما بتدوس علي سكوير تلاقي الصورة تحركت معاك بسهولة تمام نفس الوضع هتعمله لما تبقى عايز كلمة الشكر والتقدير شكر والتقدير كتبت شكر والتقدير طلعت لك كلمات الشكر والتقدير بقى باي تنسيق انت عايزه هتختار الاختيار ده جات لك اهو اختار دي دوس عليها كليك يمين برضو كوبي حط هنا بست نفس الوضع تبقى كبيرة هصغرها تمام صغر وحركها عن طريق سكوير اهي تمام كده تمام موضوع سهل وبسيط خالص الاهداء الاهداء احنا مش عايزين ننسى نتعلم مع بعض زواني معلش كتبنا بالانجلش هنكتب الاهداء طلعت لك آآ تنسيقات مختلفة هنختار كلمة الاهداء هاي بسيطة جدا انا اخد كوبي بست هنحط معينا في صفحة الورد وانصغرها زي ما اتفقنا طيب اهو سكوير زبطنا تمام نفس الوضع بالزبط لو انا عايز اجيب شعار الجامعة بتاعتي شعار مثلا اكتب شعار جامعة حلوان هتلعلك السورة هي بمنتهى الصورة واكتب الجامعة بتاعت حضرتك وتختار اي صورة انت عايزها نفس الحكاية كوبي بست ماشي وزي ما اتفقنا بنصغر الشعار اهو هو طلع كبير طبعا وورا الكلام اللي احنا عاملينه هصغره وهدوس على ايه اهو وهدوس على ورابتيكست سكوير طلعلي اهو صغر النون اهو اهو ودي ناحية الشمال فوق في الرسالة بتاعتي والدنيا تمام كده تعلمت ازاي انا اصطق الحاجات دي طيب فيه بقى واحد يقول لي طب انا اجيب الاية اكتبها بخط بالكيبورد عادي كده لا الايات الكرآنية مش مسموح لنا ان احنا نكتبها بالفونت العادي اللي هو سيمبل فايد عربك اللي احنا بنكتب بيه رسالتنا ولكن انا لازم اجيبه اكتب في جوجل اه الاية اللي انا عايزها خلاص كده انا بقى عايز اختار الاختيار اللي ايه اللي فيه الخط العثماني بصي كده اهو خط العثماني مش بكتب بالسيمبل فايد عربك خالص في الايات الكرآنية تمام فتحت اهو بصي كده معايا اهو الايات محطوط لها التشكيل والتنوين ومعمولة بالخط العثماني تاخد الاية اللي انت عايزها وتحطها كوبي باستفين في الرسالة بتاعت حضرتك نفس الوضع بالزبط في الايات اللي هجبها من الانجيل وانا هحط ايه من الانجيل اكتب مثلا انجيل مثلا يوحنى واكتب متشكل ليه بقى عشان انا عايزة الايات تكون معمولة متشكلة اهو بص كده هنا باين انه هو متشكل في التشكيل بتاعه في العلامات الترقيم اهي نفس الحكاية اخد كوبي باست للايه اللي انا عايزها خلاص ويقع حطها فين في الرسالة بس كده طيب كده تعلمنا ازاي نحط مع بعض ننصك البسم الله الرحمن الرحيم والاية والشكر والتقدير والاهداء وازاي نجيب شعار الجمع اخر حاجة بقى لو واحد عايز يتعلم بقى يحط برواز زي ده كده عشان يحط فيه الاهداء او يحط الشكر والتقدير اي حاجة هو عايزها نفس الحكاية بنخش على جوجل وبكتب فوق بقى في جوجل ايه بكتب برواز برواز للكتابة خلاص كده واختار بقى اي برواز يعجبني واحطه في اه في صفحة الورد بس حاول على قد ما تقدر تختار برواز يناسب اه موضوع رسالة المجسر والدكتور يعني ما فيش داعي بقى للورود والشجر والحاجات دي احنا بنختار مسلا حاجات بسيطة خالص تدور على اي شكل انت اه معجب به وشايف انه بسيط مسلا اه نختار ده مشي كوبي وتفتح بقى صفحة الورد العادية بتاعتك نفطرح هنشيل بسلا دي نفتح صفحة جديدة نحطه هنا مسلا وشد بقى وكبر واملى بي بيه املى بيه الصفحة بتاعتي املى الصفحة كلها خلاص احنا بس هوري لك كده باختصار املى بيه الصفحة شد واملى الصفحة طيب هل ينفع اكتب عليها مش هترضى يكتب عليها اي حاجة ولا اي كلمة طيب اعمل ايه بقى دوس عليها واضغط على ايكونة انسرت شايف انسرت وبعدين دوس على اختار الشكل بتاع المربع ده اعمله كده وبعدين ادوس عليها كلكتين كده واختار الاختيار ان انا عايزة البوكس من جوه ابيض واختار ان بتاعي يبقى ابيض برضو تمام بعدين ادوس على المربع ده ودوس كلك يمين ودوس على ايكونة اسمها اد تيكست يعني اضافة نص اول ما بدوس عليها بيسمح لي ان انا اكتب جوا جواها اي حاجة انا عايزها ولو انت مثلا عايز تحط الشكر والتقدير او الاهداء من غير ما تجيبه من عن نت برضو ينفع تجيبه من هنا من انسرت وتدوس على وورد ارت وتختار اي تنسيق انت شايفه مناسب تمام تكتب هنا الاهداء تمام اهو عايز بقى تيكبرها تيلونها من هنا تخليها تخينها شوية ماشي واسحبها وحطها في النص واكتب بقى الاهداء اللي انا عايزه وكده يبقى انا كده خلصت واتمنى اكون في التوكو واستنونا في فيديوهات جديدة وبالتوفيق ليكو جميعا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة